اشتركوا في القناة فرقة قيلة نهاردة الفريق جورماهيا الكيني مش هو جورماهيا بتاع زمان ولكن الملعب مقفول والجمهور جورماهيا قافل الملعب ملعب كومبليت نهاردة عكس ماتش الزمالك والبوليسي الكيني ان فريق البوليسي الكيني مش من الفرق الجماهيرية في كينيا لكن جورماهيا فريق فريق جماهيري ملعب مقفول الجمهور قافل المدرجات كلها نفس القصة زي ماتش مبارح الدنيا حر شوية وكان الموضوع الارتفاع على مستوى سطح البحر كل الكلام ده وكل المعوقات اللي ممكن تواجه اي فريق برا مصر ما بتفرقش مع الاهل الاهل من الديئة الاولى تاك 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 رمي ربيع على الهدف الاول بعدها بيرسي تاوي الهدف التاني الشوت التاني راح بيرسي جايب التالت وخلي بالكم بعد ما الاهل جاب الاول والتاني الاهل جاب الهدفين الاول والتاني في اول ربع ساعة الاهل بدأ يهدي الجيم يعني خلص بقى اللعب ايه الاهل يمسيطر ع كرة واقف اللعبة واقفة صح اللعبة قريبة من بعض الخطوط قريبة من بعض كرة سهلة تطلع من لعبة النادي الاهلي فحسوا ان الجيم خلاص انتهى يعني عايز اقول لكم حاجة لو الاهل كمل الشوت الاول زي ما بدأ اول ربع ساعة وجاب جنين كان ممكن يعمل مكسب قياسي مكسب قياسي لكن الاهل خلاص عنده الخبرة اللعبة عندها الخبرة والجهاز الفني ازاي يقدر بعد ما تقدمت ننصف يسيطر على الجيم ويفتح الخطوط ويبدأ يلعب الكرة يتعب فريق جرمه يكيني شوفنا النهاردة على الاطراف محمد هاني ويحيى عطية أول مشاركة مع النادي الاهلي اللعب المغربي الجديد الزاهرة الايصر فاتحين الملعب فيه سلاسة في الاداء امام عشور في نص الملعب يستلم كويس جدا عندنا مراوانة عطية عندنا اكرم توفيق خط الامامي التشكيل اللي انا قلت لكم بالظبط مبارح لعب انا بس مبارح كنت محتار مين اللي هيلعب معه سامة بوعلي وحسين الشحات وقلت لكم بيرسي تاو الأقرب قلت لكم بيرسي تاو أو طاهر أو عمر كمال يعني قلت لكم أكتر أو اللعب المغربي ريدا سليم لكن بدأ ببيرسي تاو نفس التشكيل بالظبط لها خلاص التشكيلة الاهلي معروفة وكولر زاكي كولر بدأ الأول ماتش في الموسم السنة دي بالتشكيلة الأساسية بتاعته اللي فنش بها السنة اللي فاتت الشيناوة حارس مرمى رامي ربيعة وياسر إبراهيم طبعا بعد احتراف محمد عبد المنعم أشرف داري لما يرجع برضو حيلعب خلي بالك في قلب الدفاع ناحية الليمين محمد هاني ناحية الشمال ليحيا عطيته اللف نص الملعب مراوان وأكرم وقدامهم إمام عشور والسلاسي الأمامي وسامة أبو علي وحسين الشحات وبرستان فدي التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي بدأ النهاردة زي ما قلت لكم أول ربع ساعة الأهلي ضغط على فريق جورماهيا وبيلعب كرة حلوة وبيهاجم من جميع الأطراف من ناحية الليمين ومن ناحية الشمال حسين الشحات وبرستان ووراهم محمد هاني وإحيا عطيته الله عنده إمام عشور وورا وسامة أبو علي في ظاهر تلاقي أكرم توفيق وواحد بيستنى مران عطيه لك النادي الأهلي نهاردة كان مندفع جدا في أول ربع ساعة والأهلي أظهر قوته وشرسته في أول ربع ساعة وقدر يسجل هدفين وبعد كده بدأ النادي الأهلي بقى خلاص كسبال 2-0 وحس إن هو خلاص أقوى من فريق جورماهيا رغم من فريق جورماهيا على الفكرة مش وحش فرقة بتوصل للمرمى وبيضيعوا عندهم كام لعيب كده في الخط الهجومي في نص الملعب اللعيبة بتعرف تمسي الكورة وبتعرف تروح بالكورة واحد على واحد لكن الأهلي النهاردة حتى في محمد الشناوي يعني النهاردة الأهلي راح عليه خمس ستة هجمات طوال المباراة محمد الشناوي تقلق فبقول لكم الأهلي جامد جدا يعني خلاص فرقة تقيلة فرقة بتحافظ على عناصرها فرقة كل سنة بتقوي الخطوط كلها والمراكز كلها وبتعمل إضافات في تطوير أداء كولر خلاص بقى حافظ الفرقة واللعيبة حفظه حفظة طريقته فتحس أن في الأهلي في الملعب لا الأهلي هيكسب هيكسب أي فرقة يعني النهاردة رسالة من الأهلي للزمالك في السوبر الأفريقي من الأهلي برّ ملعبه في الحر وفي الأجواء اللي هي الأفريقية الصعبة اللي هي حتى في كينيا بالذات ارتفاع مستوى سطح البحر عن حوالي 1700 متر فده بيقلل الأكسوجين وبيخلي شوية في صعوبة في التنفس ما حسناش بكده النهاردة في الأهلي الأهلي لعبته عندها خبرات زي ما قلت لكم خلصوا الماتش بدري فبقى الأهلي جامد النهاردة يعني جامد فرقة وقفة على رجليها ومش ما تحسش النهاردة أن أول ماتش في الموسم للأهلي لا اللعيبة فايقة اللعيبة كل واحد عارف مركزه الخطوط قريبة ديفنس وقف كويس جدا أكرم ومروان في نص الملعب قفلين نص الملعب وقفلين العمق الأطراف محمد هاني ويحي عطيته الله هيلين كور حتى الطولية سرعات برستاو سرعات حسين الشحات ومهارتهم وإن إزاي بيقدروا يشتغلوا في الحتة الهجومية واحد على واحد سواء من العمق أو من الأطراف وسامب وعلي محطة جامدة جدا وبتحرك كويس جدا وعلى طول في مكان خطورة بيستلم كويس وبيروح على الجون حتى التغيرات كورر النهاردة عملها بدري يعني عمل تغيرات النهاردة في الدقيقة 63 عمل 3 تغيرات ربعت برضو عشان لعبته مش عايز يجهد اللعيبة في بداية الموسم فبيوزع الأدوار عشان حدش يتعور كمان إن فيه لعيبة كانت مع الأهل في منتخب مصر الفترة اللي فاتت فراح عامل 3 تغيرات في الدقيقة 63 دايما كورر كان في الآخر بيعمل التغيرات في الدقيقة 75 الدقيقة 80 لكن النهاردة في الدقيقة 63 بزكاء قدر يعمل 3 تغيرات نشط الفرقة وريح اللعيبة اللي كانت بدأ المباراة نزل كوكا مكان مراونا عطية في مص الملعب يعني نزل اللعيبة في نفس المركز ما اخترعش نزل عمل تغيرات في نفس المراكز إنه كسبان 2-3-0 فخلاص الراجل يعني عايز بس يدخل بقية اللعيبة فحتى اللعيبة اللي خرجهم خرج مراونا عطية ونزل كوكا في نفس مكانه بقى كوكا أحمد نبيل كوكا وأكرم الاتنين في نص الملعب وحفظ في اندارين طلع حسين الشحات ونزل طاهر طلع أفشة ونزل إمام عشور بقى نفس السيستم ونفس الطريقة تغيرت لعيب في نفس المركز بلعيب حافظ على شكله وحتى النهل الأهلي كمان نزل كهرباء في الديقة 75 مكان أسام أبو علي ونزل عمر كمان عبد الواحد مكان يحيى عطيته الله والكهرباء النهاردة لو فايق بصوت حس النازل برضو مقاريف لو فايق كهرباء ممكن يجيب له جنين النهاردة في الربع ساعة الأخيرة وبرضو في كذا كرة كده لو لعيبت الأهلي تعاونت شوية مع كهرباء يعني فيه أفشة كرة في الأفشة في آخر 7-8 داقة في المطش تلاتة من لعيبت الأهلي راحين على مدافقة واحد كهرباء أفشة معاك كرة كهرباء على يمينه وطهر محمد طهر على شماله لو عملها الكهرباء كده كهرباء يجيب جون فضل ماشي بيها أفشة يعني تقل على الكرة شوية تقل على الكرة شوية وبعدين راح لعيبها لطهر طهر حطها لكن حطها في الشبكة من بره فبقول لكم لا يعني مش عشان الأهلي كسب والله مش عشان الأهلي كسب نتيجة كبيرة 3-0 خارج ملعبك وفي كينيا وفي الظروف دي نتيجة كبيرة لكن لكن الأهلي تقيل